بسم الله الرحمن الرحيم رح قوم إن شاء الله اليوم بشرح مادة الجغرافية للأول ثانوي طبعاً الطالب بعتبر هاي المادة مش موجودة بمادة التوجيه يعني هي مش مخذها على التوجيه عشان هيك إن شاء الله أنا عملت لك عملتها عشكل ملخصات الطالب رح يدرس التلخيص اللي أنا بعطي إياها وطبعاً رحشرح الدرس كامل من الكتاب شباب الله يرضى عليكم الدرس الثاني اللي هو البيئة والتنمية بتدرسه كامل من الكتاب بعد ما بتخلص دراسته من الكتاب بتخطط هاي المواضيع اللي أنا عطيتك إياها على الكتاب وكل كلمة في درس الكتاب مطلوب منك هايني بحكي لأنه إن شاء الله رح أعمل لكم تحان أي سؤال أنا بطرحه مطلوب منك لأنه في هذا الفيديو رح أقوم بشرحها كاملة اللي هو الدرس الثاني الدرس الأول أنا أنجزته وعطيتك إياها وعطيتك ورقة عمل فيه وعطيتك أسئلة الدرس طبعاً الدرس الأول بس بتدرس ورقة العمل والأسئلة اللي أعطيتك إياها لكن هون بتدرس أسئلة الكتاب بتدرس ورقة العمل اللي بدي أعطيك إياها هسا وبتدرس مادة الكتاب عادي طيب خلينا نيجي نحكي عن موضوع التنمية ونشوف يا شباب إيه شو موضوع التنمية وإيه شو المقصود بالبيئة والتنمية أول شي طارح لك عبارة عن أسئلة بسيطة بشكل عام أي دولة لازم يكون فيها مشاريع تنمية حتى تقدر هذه الدولة تقوم وتستقر وهذه الدولة تحصل على اقتصاد جيد على زراعة وصناعة وتجارة بشكل جيد كون عنا بيحكي عن البيئة هون بيهمه في هذا الموضوع البيئة لازم تكون عنا بيئة آمنة بيئة نظيفة حتى إحنا نقدر يا جماعة شو نسوي حتى إحنا نقدر نحافظ على مجتمعاتنا قلينا نشوف ما المقصود بالزراعة المستدامة نمط حديث نسبياً يترفض على بيئة نظيفة خالية من الملوثات الكيموية ومنتجاتها ماشي هاي الزراعة المستدامة الهدف منها يعني الزراعة المستدامة إشي دائم أنا بحافظ على البيئة نظيفة خالية من الملوثات الكيموية زي ما أزرع الشجر الحرجي أزرع الأحراش زي عندكم مثلاً منطقة نعور أغلبها الشجر الحرجي هذه الأشجار الحرجية بتساعدنا على أنه البيئة تكون تأخذ أكسجين تأخذ أسفي ثاني أكسيد الكربون وتعطي أكسجين لازم يكون لدينا زي هاي الأشجار الأشجار الزيني اللي بتكون على الشوارع تمام؟ زراعة الكثيفة هي نمط زراعي بيعتمد على أيدي العامل واستخدام الأجهزة الحديثة على نطاق واسع يعني بكثف قصده زراعة كثيفة يعني بكثف من زراعة إشي معين إحنا بنستفيد منه في داخل الدورة الزراعية هي تناوب زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة على قطعة الأرض شو قصده هول؟ يعني إحنا الفلاحين مثلاً زرعنا هاي السنة قمح بهاي الأرض السنة الجاي ما برجع أزرعها زرع ما برجع أزرعها قمح ممكن أغير أزرعها مثلاً محاصيل صيفية ليش؟ عشان أنوع بالتربة عشان التربة يا جماعة كمان بتستفيد من المحاصيل الزراعية وخصوصاً البقوليات زي ما إحنا بنوكل العدس عشان نأخذ البروتين كمان الأرض بتأخذ من هذه النبتة البروتين فلما بزرعها كل سنة قمح 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 بتبطل الأرض تنتج لأنني بصير نسبة البروتين فيها عالي لا لازم أغير مثلاً أزرعها كوسة بندورة عشان أغير من نوعية المعادن اللي موجودة فيها تمام هذا المقصود بالدورة الزراعية طيب عساً معطينا يا جماعة هون أهمية الزراع الكثيفة للدول النامية إحنا بالأردن أصلاً أو الدول العربية نعتبر دول نامية ليش الزراع الكثيفة إلها دور عندنا لأنا بتساهم في توفير الغذاء للسكان تفادياً للمجاعة كما إنتاج الغذاء يكون بأقل كلفة وأكثر كمية طيب أعطيك مثال لو أنا زرعت بنفس قطعة الأرض بندورة وكوسة وخيار نفس القطعة يعني بأزرع على طول مثلاً هاي القطعة على الجهة اليمين مثلاً بندورة والجهة البلنص مثلاً إخيار والجهة البلشمال مثلاً بأزرع كوسة أنا زرعت ثلاث أنواع بقطعة أرض وحدة هاي كمان تعتبر زراعة كثيفة ليش؟ سهلت على حالي إنه فيه ثلاث منتجات بنفس قطعة الأرض ثلاث منتجات بنفس قطعة الأرض هذا المقصود بأمية الزراعة الكثيفة للدول النامية طيب أيما تعطي الأولوية صحة الإنسان والقضايا البيئية أم زيادة الإنتاج